برعاية سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء الشمالي بانطلاقتها السنوية الثالثة والخمسين والتي جاءت هذا العام بعنوان يقودك الرب على الدوام إلى التفاصيل ترأس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي على نية كشافة ومرشدات رعية الرسل للاتين في الزرقاء والتي حملت شعارا جديدا لهذا العام يقودك الرب على الدوام بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب عامر جبران والمرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين الأب إبراهيم نفع والأب خالد قمو والأب مارسيو كلايس والشدياق جهاد قندح بحضور جمع من الأخوات الراهبات وقادة كشفيين وأفراد من عدة رعاية وخاطب المطران الشوملي جموع الحاضرين حثا إياهم على الالتفاف حول كنيستهم والاستمرار في خدمة الكنيسة والوطن من خلال الانتماء الصادق والمخلص لهذه الحركة الكشفية احتفلنا هذا المساء في رعية الرسل في الزرقاء الشمالي بإبراز الوعد الكشفي للمجموعات الكشفية في هذه الرعية وكان هناك أعداد كبيرة من الكشافة ومن ذويهم ومن أبناء الرعية وكان الاحتفال رائعا بالترتيل والصلوات وتسمعون الآن من الخلف عزف الكشاف والموسيقى هم مبتهجون وهذا الاحتفال يتم كل سنة وباركة الكشاف وأتمنى للحركة الكشفية في الأردن الازدهار في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله كما تم خلال الاحتفال تجديد الوعد الكشفي من قبل الكشافة والمرشدات والذي يدعو بأن يكون الكشافة مخلصين دائما لرسالتهم الإيمانية والوطنية والإنسانية يقودك الرب على الدوام شعارنا لهاي السنة نشكر الله اليوم تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشومالي كان عندنا تجديد وعد لأفرادنا لقيادة مجموعتنا كاملة الحمد لله قدرنا نحقق الأهداف الاستراتيجية اللي عم بنحطها وعم نشتغل عليها وهذا بيجي من ترتيبات وخطة المجموعة الأولوية إن يكون في عنا كل سنة تجديد وعد وأطلاق شعار للسنة القادمة ونطمح إنه يكون عنا شراكة مع الفئات المجتمعية والمؤسسات الوطنية بالمحافظة الزرقاء والمملكة كاملة وإن شاء الله رح نعمل على إنشاء فرقة موسيقية جديدة بأعمار صغيرة لتستمر مسيرة المجموعة كمان وكمان وعلى إقاع معزفات موسيقية وصيحات كشفية قدمتها فرقة كشافة الرعية المحتفلة تبادل الجميع الصور التذكارية والتهاني بعد إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الجديدة موسيقى موسيقى